ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وواصل رحلته حول بعض المعاني للزيت أول معنى للزيت هو تكريس الكنيسة المقدسة أو الأماكن تكون مقدسة للرب أبونا يعقوب قدس الحجر ده وبنقرأ النبوة دي في تكريس الكنيس والمزابح والأيكونات تكريس الكنيسة المقدسة الكنيسة المقدسة لما نتبنى ويبنى نجيب المزبح والأيكونات الجميلة لازم تكرس وتدشن بزيت الميرون فالزيت أول معنى ليه هو تقديس تقديس مكان اجتماع الله مع الإنسان أو الكنيسة المقدسة والكنيسة المقدسة ليه احترامها وليه وقرها وما يصحش إنه إنسان في الكنيسة هو داخل بيت ربنا يعامل هذا البيت كأي بيت آخر لا ده مكان اجتماع الله مع الناس وهنا أنا طبعا أتذكر يوم الحد اتكلمت معكم عن احترام بيت ربنا بالنسبة للجنازات النهاردة هتكلم عن احترام بيت ربنا في النقطة دي بالنسبة للأفرح أرجوكم بالنسبة ما تيجوا تجوزوا أولادكم وبناتكم احترموا بيت ربنا المقدس المدشن بالميرون ويريت لبسكم يكون لبسي في حشمة بالذات للعروسة والشباين ولكل حتى للشعب لأنه انتوا داخلين بيت ربنا المقدس احنا لما بنحضر فرح بنشوف الناس بيجوا ببيت ربنا كلها بمهم الزينة الخارجية ده لا يصح في بيت ربنا وأنا آسف أول مرات في الإيكاليلي بعد السيدات يلبسوا الإفسع ريان ده لا يليق ببيت ربنا ومكان المقدس أرجوكم أعرفوا أن الكنيسة متشنة بزيت الميرون وزيت الميرون ده زيت مقدس بنصلي فيه نحن كمجمع مقدس ثلاثة أيام وربعة عشان نقدس هذا الزيت ونصلي أتذكر لما دشنا الكنيسة دي أخذنا ثمان ساعات نصلي فيها ودهنا كل الكنيسة بالميرون المقدس تاني معنى للزيت هو تقديس الإنسان مش المكان لا الإنسان نفسه صمويل النبي اللي أمه النهاردة بنحتفل بتسكارني حتا رح لربنا وقال له سامح شاول قال له لا تصلي من أجل شاول لأني قد رفضته روح لبيت يسة ويرسم لي واحد من أولاده ملك بدل شاول كلنا عارفين الأخطاء اللي عملها شاول كثيرة لكن في خطأين أحب أذكرهم وأحب أركز على واحد منهم خطأ الأول أنه التصرف ككاهن ورفع زبيحة وهذا ليس من حقه أما الخطأ الثاني فهو راح للجان امرأة بتاعت جان ليسألها بعض الأسئلة الحقيقة أنا في 22 سنة في سيدني هنا اكتشفت أنه في ناس بيروحوا للحاجات دي في سيدني هنا ناس موجودة وعندنا ناس وواحد بيقول لي دي عملالي عمل وده عمل له عمل خلوا بالكم الروح الإنسان اللي بيروح للناس بتوع الأعمال والجان والسحر ده مرفوض من الله لأنه نحن مسيحيين حقيقين نعبد الله وحده ولا نؤمن بكوة غير كوة الله يسأ سموير رحبت يسأ وكلنا عارفين القصة رفض أولاده كلهم معادة داود فلما جاء داود ربنا قال له هو دا فطلع قنينة الزيت وراح دهن صبح على رأس داود وقال له الرب مسحك ملك على شعبه تقديس الإنسان لخدمة الله وشعب الله كلنا مقدسين لأنه ادهن بزيت الميروم في سر المعمودية المقدس والدهن كمان بزيت مسحة المرضى في لقان واناديل كل الاناديل والحاجات اللي صلناها في الكنيسة في التقوس الكنيسة فخلي بالك أنت إنسان مقدس كنت بقر في سفر أيوب بيقول الإنسان اللي متمسك ببره يزداد قوة اتمسك ببرك عشان تكون قوي روحيا المعنى التالت ما عليش النقطة التانية دي أرجع لها من الحكمة إنك تتمسك ببرك أنت والذين اتمنك الرب على مسؤوليتهم يعني مفروض الشعب يكون مقدس الخدام مقدسين الشمام مقدسين أبرار لي لأنكم انتم مكرسين لخدمة ربنا المعنى التالت للزيت هو العطاء الذي يسبق التوبة كلنا عارفين قصة المرأة الخاطئة جابت زيت كثير دهنت به قدمي المسيح و علامة قايت له يا رب يعني معها ما قالتش حاجة قايت له يا رب يعني ربنا عرف جواها إن هي عاز مغفرة الخطايا فالزيت يشير إلى العطاء من القلب ويشير أيضا لطلب المغفرة والتوبة ما فيش حد فينا يقدر يقول أنا كامل أو أنا بار ليس إنسان بار ولا واحد خلوا بالكم يا أحباي سفر أيوب أصح تسعة خمسة وعشرين بيقول كده أيامي أسرع من عداء عارفين الرنر my days are swifter than الرنر بتمر بسرعة والنهار ده البوليس بيقول مفتدين الوقت لأن الأيام أي أيام شريرة ما نعرف بعد لحظة يجرالي أي ولا يجرالك أي من أجل ذلك تمسك بعطائك لربنا وتمسك بتوبتك يكون عندك أبي اعتراف ويعرف أنك أنت إنسان محتاج للتوبة كل يوم محتاج أنك تبص لخلاص نفسك فقط والمسؤولين منك لكن ليس لك دخل بالآخر تدين الآخر أو تتدخل في شؤون الآخر مرات كثيرة المرأة الخطئة لما دخلت مرات كثيرة نحن من دين الناس وبالذات لو عرفنا إنسان خاطئ ارحموا الخطاء اشفقوا عليهم ده ناس ضعفة محتاجين حد يسندهم وربنا يغفر خطياهم الفريسي دان المرأة دي فكره وربنا أداله مسأل وابخه بي وقال للمرأة مغفورة لك خطياك إسهبي بسلام المعنى الرابع للزيت هو الخدمة كلنا عارفين مسأل السامر الصالح صح لما شاف الراجل المجروح مرقي في الأرض السامر الصالح كان معه زيت وخمرة رح صبع على جراحات وخمرة عشان يتحرها وصبع على جراحات وزيت عشان يطيب الجراح وخدمه بأمانة السامر الصالح ما كانش يعرف المريض ده ولا هو مين ولكن قام بواجب الخدمة نحن كمسيحيين أرثوزوكس العالم يئن اليوم وكثيرين مجروحين في الطرق سواء بالخطية أو الفشل أو اليأس كنت بقر مبارح على حاجة اسمها سوسايد باد سمعت بيها سوسايد باد يعني زي زي كده غرفة صغيرة متحركة اللي عايز ينتحر يدخل في الغرفة دي يقفل على نفسه غرفة صغيرة قوي متحركة يدوز زر الزر يطلع غاز يموت في سنيتين تيجي الشركة بتاعة الباد دي تاخد المركبة الصغيرة دي وتدفنه هو جوا في الأرض و الدلوقت يبت بيها سعرها غالي وأول مرأة استخدمتها في سويسرا وموتت نفسها وجوا ناس دفنوها بالمركبة دي يبحثوا عنها في الجوجل ستجدوا أن كل 40 ثانية في العالم يموت إنسان ينتحر كل نص الساعة في لبنان ينتحر إنسان كثير من الشعب مرضى وملقى في الشارع محتاج سامري صالح يجي يحط له شوية زيت ويخدمه وهذه الخدمة ليست من اختصاص الأباء الإكريروس فقط ولكن أنت برضو لما تلاقوا في يديكم تخدموا اخدموا أي إنسان محتاج يخدموه ولو بكلمة ولو بتشجيع ولو برسالة ولو بيصالة حتى آخر معنى للزيت هو احتمال المشاقات والاتحادات هو الزيت بيجي من ايه ازاي نحصل على الزيت زيت الزيتون مثلا ازاي نحصل على زيت الزيتون بنجيب الزيتون ونعمل نعصر وزيت السمسم عارفين السمسم نجيب السمسم ونعصره نطحنه لغاية ما يطلع ايه الزيت الزيت يشير لاحتمال الدقات والمشاقات والألام الانسان الانسان يتطحن ويطلع زيت ده انسان مبارك ايه يتطحن وفي الآخر طلع زيت حلو نقي اسمه زيت الصبر والفضيلة احتمل المشاقات كجندي صالح للمسيح يسوع ما تقولش انا عندي مشكلة وتضعف امام المشكلة وتسيب ارض المعركة وتسيب الكنيسة وتقول المشكلة دي كبيرة لا ربنا حيحلها ربنا حيدخل في المشكلة في الوقت المناسب حيحلها بطريقة التي لا تتخيلها انسان ما هو الايمان اختم بالحتة دي ما هو الايمان ابرانين 11 اي واحد بقول الايمان هو الثقة بما يرقى والاقان بامور ايه امور لا ترى انت ايه اللي بترجو ايام الشدة انه ربنا يشيل الشدة امور لا ترى ربنا حيشيل الشدة دي بامور لا تراها لا تتخيلها امور عجيبة تدخل في حكمة الله الغير النهائية اللانهائية ازاي ربنا يفكر انه يوسف يتخان يخنو اخوانه ويتحط في السجن مظلوم وربنا يسمح بكل الشدة دي هو عايز يطلع منه الزيت الحلو انه يكون نمر اتنين في مصر وينقذ مصر وينقذ بني اسرائيل وينقذ ابو اخوانه ولا ينتقم منهم بالرغم انهم خنو ليه لانه احتمل وقال انتم قصدتم بيه شرا والرب قصد بيه خيرا وكان يوسف البار ناجحا في كل شيء لانه احتمل الظلم والمشاقات مرات في الظلم الانسان بيحاول يبرر نفسه يقول انا مقصودش انا ما عملتش لا تبرر ذاتك ايها الحبيب اذا دخلت بمشكلة او تجربة ربنا سمح بيها ولتكن مشيئة الرب وعلي اصبر اصلي واشكر بس ما سيبش بيتي ولا سيب كنيستي ولا سيب صلاتي ولا سيب انجيلي ولا سيب مناولتي ولا سيب خدمتي مرات الناس عندها خدمة تحصل مشكلة في خدمة يقول لك خلاص تسيب الكنيسة دي واسيب الخدمة ويروح كنيسة تانية كويس لكن مرات يسيب الكنيسة كلها والخدمة كلها ليه عشان في مشكلة لا حبيبي الزيت يشير لاحتمال المضاق مشاقات والألام والتجارب بصوا كده لكل الأيكونات اللي هنا مين ما احتملش تجربة مين مين ده اخذ طريق المسيحية كده بدون تجربة والألام وضيق والتحضات ربنا يدينا نعمة وبركة نحتمل المشاقات والألام والضيقات ونسعى لصلاة وسلام وطمأنينة الكنيسة المقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأباد آمين ونآل ت جسد وكذلك